أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نتكلم في بعض الأرقام اللي بتتعلق بالنادي الأهلي في طول الدوري أبطال أفريقيا بشكل عام وها بتتعلق كمان بمباريات النادي الأهلي مع أبطال جنوب أفريقيا سانداونز، أورلاندو، بيراتس أو حتى كمان كايزر تشيفز النهاردة اللي عبناهم مرة واحدة بس قبل كده في السوبر الأفريقي وكسبنا أربعة واحد لكن أبرز الأرقام الكراسية كمان تتعلق بنهاء دوري أبطال أفريقيا بتتمثل في بعض النقاط المهمة. النهاء النسخة الحالية من البطولة هو النهاء الرقم 14 في تاريخ النادي الأهلي. قبل نهاء النهاردة احنا لعبنا 13 نهائي كسبنا 9 واخسرنا 4 إن شاء الله بإذن الله النهاردة نكسب عشان يبقى كسبنا 10 واخسرنا 4 بس بإذن ده. قبل طبعا من ضمن كمان الحاجات المهمة إن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في حصد هذا اللقب الغالي بتسع مرات وده رقم ما حصلش يعني قبل كده وإن شاء الله كمان يبقى عشرة عشان يعني تبقى موضوع صعب على أي حد يوصل ليه النادي الأهلي بإذن الله سجل الأهلي أو سجل الأهلي مشاركته الأولى في نسخة عام 76 دي كانت أول مرة نشارك فيه بطول الدوري أبطال لأفريقيا لكن أول مرة كمان النحاق اللقم كان في عام 82 الأهلي التقى بعشر فرق في نهاء دور الأبطال على مدار 13 نهائي من الفرق دي كوتوكو الغاني والهلال السوداني وشانداونز الجنوب أفريكي النجم السحالي التونسي موراتين السفاقسي التونسي القطني الكاميروني الترجي التونسي موراتين أورلاندو بيراتس الجنوب أفريكي والوداد المغربي وكمان الزمالك في البطولة الأخيرة اللي كانت مورات القرن كايزر تشيفز الجنوب أفريكي هو الفريق رقم 11 في قائمة الفرق اللي هيواجهها الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريكي الأهلي نجح في الوصول لنهائي دوري الأبطال في أربع نسخ متتالية وده رقم غير مسبوك اللي هم إمتى وإمتى وإمتى 2005 و2006 وكسبنا البطولة في السنتين دول وبعدين خسرناه في 2007 من نجم وبعدين كسبنا في 2008 القطن الكاميروني فدي كانت أربع مرات متتالية ما حصلتش قبل كده الأهلي قدر أن هو يوصل لنهائي دوري أبطال أفريكي تبكى الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الموضوع ده حصل مرتين المرة الأولى كانت 2005 و2006 لما كسبنا النجم السحلي في النهائي بعدين صفاكس في النهائي بعد كده في 2012 و2013 لما كسبنا الترجي التونسي وبعدين كسبنا أورلاندو فيراتس الجنوب أفريكي الأهلي إن شاء الله خلال مباراة النهاردة بيسعى أن هو يحقق الإنجاز ده لمرة الثالثة في تاريخه على مدارة 2013 نهائي سابق نجح الأهلي في تسجيل 32 هدف وده عدد كويس في الحقيقة واستقبلت شباكه 18 هدف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو صاحب أول أهداف الأهلي في المباراة النهائية في نسخة 82 لما كنا منلاعب كوتوكو كان جاب جون حلو عوي ساعتها لكن آخر هدف مين بقى؟ آخر هدف للأهلي في البطولة كمين؟ سؤال من الصعب طبع هدف أفشا قضية ممكن في نهائي دوري أبطال الأفريقيا في مباراة القرن السنة اللي فاتت إن شاء الله بإذن الله ما يكونش ده آخر هدف يكون النهاردة فيه أهداف من ضمنها يكون الهدف الأخير هو آخر هدف النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى طيب مشوار الأهلي وكايزر تشيفز حتى نهاية أفريقيا الفرقتين عملوا إيه على مدار البطولة لغاية لما وصلوا النهائي الأهلي لعب 12 مباراة في المقابل كايزر تشيفز لعب 14 ليه لعب 14؟ عشان هو شارك فيه الأدوار التمهدية للبطولة الأهلي فاس بكم ماتش؟ الأهلي فاس ب8 ماتشات وكايزر تشيفز فال في 6 ماتشات اتعادل كان حاضر للأهلي فيه 3 مباريات في المقابل كايزر تشيفز اتعادلوا في 6 مباريات الأهلي خسر ماتش واحد وكايزر تشيفز خسروا ماتشين الأهلي سجل 23 هدف عدد كبير في المقابل كايزر تشيفز سجل 12 هدف الأهلي استقبل 6 أهداف فقط وكايزر تشيفز استقبل 9 أهداف من دبن كمان الأرقام المهمة مواجهات الأهلي أمام أندت جنوب بأفريقيا عملنا معهم ايه على مدار المباريات الكتيرة اللي كانت في البطولات الأفريقية المختلفة لعبنا مع فرق جنوب أفريقيا 25 ماتش كسبنا 11 وخسرنا 6 اتعادلنا معهم في 8 ماتشات الأهلي أحرص في شباك فرق جنوب أفريقيا 33 هدف المقابل استقبل 23 هدف الأهلي حفز على شباكه نظيفة في 13 مباراة وأندت جنوب أفريقيا حفزت على شباكها نظيفة في 7 مباريات فقط من دابن كمان الأرقام المهمة يعني عشق الأرقام اللي بيحبوا الإحصائيات وكل هذه الأمور الأهلي بيواجه بطل جنوب أفريقيا أو بيواجه الفرق من جنوب أفريقيا اللي المرة التالتة في النهائيات أو النهائي كان قمت في نسخة 2001 طبعا من ننسهوش لما كسبنا سانداونز في مجموعة المباريتين 4-1 تعدلنا في البداية هناك في جنوب أفريقيا واحد واحد كان هدف كابتن سايد عبدالحفيز وبعد كده رجعنا كسبنا هنا 3-0 بهاتريك خالد بيبو المرة التانية لما قابلنا أرولاندو بيراتس في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في 2013 لما تعدلنا هناك واحد واحد هدف أبو تريكا طبعا المميز كان من راكلة حرة مباشرة وتعدلنا أو هم تعادلوا معنا في الديئة الأخيرة من مباراة هناك في جنوب أفريقيا وبعد كده جينا كسبنا هنا بهدفين لأبو تريكا مواجهة هي هتكون من مباراة واحدة بس ما بين الأهل وكاذر تشيفز إن شاء الله بإذن الله نقدر كمان إن إحنا نفوز النهاردة دي أبرز الأمور وأبرز الأرقام